موسيقى 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 هياكم الله ومشاهدين مستمرين في حديثنا حول مستشفى القاسم للنساء والولادة والأطفال بالشارقة والإنجاز الذي تم تحقيقه خلال فترة الجائحة بإجراء 415 عملية جراحية ناجحة لأطفال حديثي الولادة. خلونا نرحب بضيفنا في الستوديو الدكتور خالد خلفان سبت نائب المدير للشؤون الفنية بمستشفى القاسم للنساء والولادة والأطفال دكتور مساك الله بالخير. مساك الله يحضركم ألف عافية. نبارك لكم بالتأكيد هذا الإنجاز يحضركم العافية. شكرا جزيلا. إن شاء الله أكثر من 400 عملية خلال جائحة كورونا. أعتقد أنها مهمة ليست بالسهلة على الأطلاق. كيف تم تحقيق هذا الإنجاز خلال الجائحة بالرغم من كل الظروف التي مرينا فيها خلال تقريبا العامين المنصريمين. نعم. يعطيكم العافية في البداية. شكرا جزيلا لمؤسسة شارقة للإعلام حقيقة على هذه الاستضافة. ونحن حقيقة بالفعل فخورين لله الحمد بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. أن نجحنا في تحقيق هذا الرقم من العمليات الناجحة في عمر أطفال حديثي الولادة. حقيقة هذا الإنجاز لم يكن يتم إلا بخطة مدروسة بدأت منذ بداية الجائحة. والتي تهدف إلى عدم توقيف وإيقاف العمليات الضرورية لهذه الفئة من الأطفال. بحيث أن ما يكون تأثير جائحة كورونا يعني يضع خلل أو حتى تقصير في العناية والرعاية الصحية بهذه الفئة من الأطفال. هذا كان أيضا توجيه أيضا رئيسي من مؤسسة الإمارات الصحية. الذي كان من البداية أن يجب استمرارية الأعمال تكون واضحة لكل الطاقة من الطبي. لذلك تم تكوين فرق من الأطباء. فرق تعتني بأطفال المصابين بالجائحة. وفرق أخرى تعتني بالأطفال هؤلاء حتى لا يتوقف سير العمل في هذه الفترة. جميل. نحن نتحدث عن أي فئات بالتحديد من الأطفال التي تعتبر عملياتها غير قابلة للتأجيل حتى أنها تنفذ الحقيقة خلال فترة الجائحة. طبعا الفئة هذه هم الأطفال منذ اليوم الأول من الولادة حتى عمر شهر. هذه هي فئة حديث الولادة. أي حالات. وهي حالات التشوهات الخلقية. نعم. سواء في الجهاز الهضمي. في الجهاز البولي. نعم. وأيضا التشوهات التي قد تؤثر على حياة الطفل. مثل الأورام التي تؤثر على مجال الجهاز التنفسي وغيره. نعم. فمثل هذه العمليات لا يمكن تأجيلها. ويجب إجراءها في فترة قصيرة جدا خلال يوم أو يومين من بعد الولادة. وإذا يعني استطول الأمر فيكون خلال الأسبوع الأول من الولادة. نعم. لأن تأجيلها يعتبر خطر على حياة الحديثي الولادة. نعم. ولذلك لابد من تنفيذها وإجراءها. دكتور يمكننا. أنا ذكرت المستشفى القاسمي الرئيسي. وذكرت المستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال. وهذا المستشفى هو مستشفى حديث يعتبر. ولذلك نحن نعرف أستاذ المشاهدين كذلك حول هذه المنشأة؟ ما الذي تحتوي عليه من أقسام؟ ما الخدمات الطبية التي تقدمها أيضا؟ طبعا مستشفى القاسمي النساء والولادة والأطفال. نعم مستشفى حديث يعني بدأ العمل فيه في نهاية 2017. نعم. وننتكلم الآن عن قرابة الأربع سنوات منذ بدايته. حقيقة منذ البداية كان هناك هدف واضح جعل المستشفى هذا مرجع ومن أبرز المراجع على استوى مؤسسة الإمارات الصحية للأطفال والنساء والولادة في نفس الوقت. حيث أن كان هناك توجه واضح في جلب تخصصات تخصصات نادرة التي تخدم هاتين الفئتين. فيما يتعلق طبعا بالأطفال نعم توجهنا ويعني إلى كثير من التخصصات التي لم تكن موجودة من قبل. وحاولنا إيجادها بأسرع وقت. والحمد الله نحن الآن تقريبا مستوفين لكل تخصصات الأطفال. بما فيها تخصصات حديث الولادة. نتحدث عن أي تخصصات ناطي أمثلة دكتور لو سمحت عن تخصصات اللي يعني نادرة أو غير موجودة ربما. مثل تخصصات أطفال العصاب وأمراض الدم للأطفال. وكذلك تخصصات الطب النفسي للأطفال. وكذلك تخصصات الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي للأطفال من مناظر الجهاز التنفسي والهضمي جراحة طبعا القلب للأطفال وأيضا القسطرة القلب للأطفال فهذه تخصصات كلها الحمد لله الآن متوفرة بشكل كامل طبعا ناهيك عن التخصصات الأساسية من الأطفال العام وغيره وكذلك الغدد الصماء وأطفال السكري فالحمد لله نعتبر المرجعية على مستوى مؤسسة المرض الصحية في هذا المجال يعني ما الذي نقصده بكلمة مرجعية أو مرجع المرجع هناك ثلاث درجات من العناية الطبية العناية الأولية وهي موجودة في الأقسام أو العيادات الخارجية ثم النوع الثاني الذي يشمل المستشفيات بس غير المتخصصة المرجع الثالث الذي هو المرجعية المستشفيات العامة نعم المستشفيات العامة في الثانية الثالثة التي هي المستشفيات المرجعية الذي هو في النهاية يعني كل المستشفيات التي تعجز عن الحالات المستعصية تصب وتحول إلى هذه المستشفيات الحقيقة هذا المستشفى نحن نعرف بأنه زود بأحدث الأجهزة وأحدث التقنيات الطبية من أجل أن يصبح بالفعل مرجع لكافة التخصصات أو لكافة المنشآت الطبية في دولة الإمارات لو نتحدث عن هذه التقنيات الحديثة أو هذه الأجهزة الحديثة التي يزود بها مستشفى القاسم للنساء والواد والأطفال دون عن غيره من المنشآت الطبية الأخرى نعم يمكن بداية الحديث القول بتخصص القلب الأطفال فالحمد الآن قسطرة الأطفال والأجهزة المتوفرة في مركز القلب أجهزة متطورة جداً كمكنت الفريق الطبي أيضاً من إجراء هذه القسطرة لأطفال حتى حديث الولادة يعني في الآونة الأخيرة مع طبعاً وجود طاقم الطبي الكفء والذي دائبت مؤسس المرصحية دائماً على تدريب الكادر فيه وتعزيز يعني مهاراته بشكل مستمر مثل هذه الأجهزة أجهزة المناظير وجهزة المناظير حتى حقيقة هي بالنسبة لأطفال حديثي الولادة هي أجهزة دقيقة وأيضاً معقدة وتحتاج إلى خبرة عالية ومهارة عالية لعمل بها وتحقيقها والله الحمد نحن حققنا هذا الإنجاز ومنها أيضاً أنشأنا غرفة ذكية في قسم العمليات أيضاً تخدم هذه الفئة من الأطفال وحتى تقلص يعني مدة العمليات وتتفادى الأمور الأخرى التي يعني تجعل من سير العملية بشكل أطوار جميل جداً يعني هي الأجهزة خلنا نقول عامل مساعد عامل مساعد وعامل أعتقد حتى قلل من الأخطاء أو نسبة الأخطاء الطبية دكتور صحيح؟ أكيد نعم ولذلك وجودها مهم جداً خصوصاً بالنسبة للأطفال الحديثي الولادة لكن نحن نعرف بأن هذه الأجهزة الطبية دائماً وأبداً ما تكون متطورة تدخل على ويطرع عليها جديد كل يوم يطرع على استخدامها كذلك جديد كل يوم كيف يتم تدريب الطاقم الطبي على هذه الأجهزة حتى يصبح يعني دعنا نقول up to date صحيح نعم هذه طبعاً جزء أيضاً من العقود مع الشركات أن دائماً أي تحديث في هذه الأجهزة يجب أن يكون هناك جزء من العقد أن الشركة ملزمة بتدريب الطاقم الطبي على كل الأمور المستحدثة يعني نحن عدنا الآن بعض الأجهزة التي تعين الطفل دائماً مثل جهاز النايترس أوكسايد وغيره في حالات طبعاً ارتفاق الدم الشرياني للأطفال الخدج وغيره والذي لا يعالج إلا بهالجهاز الحمد لله نحن عدنا الآن جهازين وتوفرين من تقريباً سنة وبشكل مستمر وعليها باستمرار أطفال يعانون لذلك كثير من الحالات التي في المستشفى الأخرى لا تستطيع التعامل معها يتم تحويلها إلى مستشفىنا للقيام بهذه الدور نعم يعني أخطر على بالي دكتور وحضراتك تتحدث عن هذه المنشأة الحديثة المتطورة أن هناك بعض المنشآت الطبية يمكن في بعض الدول خصوصة حتى لاستقبال أطفال من خارج الدولة الحقيقة لعلاجهم خصوصاً فيما يتعلق بالحالات المستعصية حالات التوأم السيامي وغيرها من الحالات المستعصية التي تحدث لحديثي الولادة هل في الخطط المستقبلية بالنسبة لمستشفى القاسمي للنساء والأطفال أن يستغطب ربما بعض هذه الحالات لعلاجها هنا في الشارقة؟ أكيد نحن الحمد لله يعني في بعض الحالات أيضاً في أمراض المسالك استقبلنا بعض الحالات من الخارج وحقيقة كل الناس اللي جت يعني كانت من خبرة ومن معرفة من توصيات سابقة من حالات تم عملها في الدولة الحمد لله طبعاً في جراحة القلب اللهم لك الحمد نحن بدأنا في حالات تأتي من سواء قارة أفريقيا وأيضاً من قارة آسيا يعني خصوصاً لإجراء هذه العملية عندنا نحن الحمد لله جراحة القلب للأطفال تتميز بأن الطفل يعني يتم إزالة الأنبوب التنفس الصناعي عنه وهو في غرفة العمليات قبل خروجه لغرفة العناية المركزة وهذا الإجراء نادر ولا يحدث على مستوى العالم إلا في مراكز بسيطة جداً ومعدودة وهذا إنجاز الحمد لله نحن نفخر به وإن شاء الله قريباً نحتفل بالحالة المية التي تم عملها بهذا الأمر إن شاء الله بإذن الله وأكثر من أمية إن شاء الله إن شاء الله أكيد نعم تبادل الخبرات دكتور أيضاً مهم جداً في هذا المجال خصوصاً في مجال العمليات الجراحية التي تستدعي تدخل طبي سريع جداً مثل حالات التشوهات الخلقية بالنسبة للأطفال حديثي للولادة اليوم تقنيات الحقيقة والتكنولوجيا الحديثة سهلت العديد من الأمور كالعمليات عن بعد والعمليات باستخدام الروبوت وكذلك بث مباشر لبعض العمليات حتى يتم تبادل الخبرات فيها وأخذ الأراء وغيرها كيف يتم التواصل وكيف يتم تطوير الخبرات في هذا المجال كيف يتم تبادل أيضاً الخبرات مع العالم الخارجي عن طريق التقنيات الحديثة بالنسبة لكم نعم نحن بعد أيضاً هناك الوزارة ومؤسسة التلمارات الصحية أيضاً دأبت على برنامج الأطباء يعني الخبراء من الخارج وتبادل الخبرات بينهم وهناك عقود موثقة أيضاً مع المستشفيات عالمية مستشفيات أمريكية ومراكز أمريكية الصحية معترف فيها على مستوى الأطفال وهي أيضاً من أفضل مستشفيات في أمريكا بحيث أن بالفعل هذه الحالات يتم مناقشتها عن طريق برنامج التليميدسن وغيره حتى يعني يتم استفاء خطط العلاج بشكل ملائم وبدون الحاجة إلى أن ينتقل الطفل والمريض من هنا إلى الخارج صحيح بالفعل قبل أن نختم هذا اللقاء هل هناك خطط إن شاء الله في القريب العاجل بالنسبة لمستشفى القاسم للنساء والولادة والأطفال هل فنية تنفيذ المزيد من العمليات الجراحية تنفيذ المزيد ربما من هذه العمليات لحالات إنسانية كذلك شو هي خطط المستقبل القريب يعني مثل ما بديت أن أيضاً إن شاء الله نحن مستشفى النساء والولادة والأطفال فأيضاً هناك خطط الآن لقسم النساء والولادة إن شاء الله لتطويره وإن شاء الله تسعي في برنامج أيضاً علاج العقم وغيره وإن شاء الله يعني في القريب العاجل إن شاء الله نبدأ يعني نعلع إن شاء الله بعض الأمور النقطة الثانية أيضاً موضوع الجراحة الروبوتية والحمد لله نحن حققنا أيضاً عدد ممتاز فاق 150 حالة جراحة روبوتية على مستوى أمراض النساء وإن شاء الله يعني هذه الجراحة سوف تكون جراحة مستمرة وإن شاء الله سوف يكون هناك أجهزة أحدث من أجهزة الروبوت للقيام بهذه الجراحات بإذن الله وكلما ظهرت أجهزة حديثة وتقنيات حديثة إن شاء الله بتأكيد يكون هذا المستشفى ومستشفى القاسمي كذلك من أوائل المنشآت الطبية التي تحصل على هذه التقنيات وتنفذ وتطبق هذه التقنيات الحقيقة لخدمة المرضى والحالات الموجودة أو التي تنتظر الحقيقة العلاج أو العمريات الجراحية شكرا لك دكتور خالد خلفان سبت نعب المدير للشؤون الفنية بمستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال شكرا لك وجودك ويانا اليوم وإذاكم الله ألف خير دكتور وإذاكم إن شاء الله وشكرا على الاستضافة لا أفو